دلوقتي كهربا خلاص بسميا رحل عن النادي الاهلي وانتقل الى نادي هطاي سبور على سبيل اهارة لمدة 6 شهور مع احقية الشراء للنادي التركي لو رغب في ذلك مع نهاية العجل احقية الشراء هتبقى مقابل 3.5 مليون دولار دي معلومة 3.5 مليون دولار يعني لو النادي بعد 6 شهور قرر اشتري كهربا يدفع للنادي الاهلي 3.5 مليون دولار ياخد اللاعب انا واقف عند الخبر ده في كام نقط الايام اللي باتت دي شفت مجموعة من جمهين النادي الاهلي متعطفة جدا مع كهربا وترفض رحيله وتحبز بقاءه مع الفريق مجموعة اخرى شايفة انه اللاعب ما قدمش امور كثيرة مع النادي الاهلي فممكن يروح ياخد فرصة برا ويرجع النادي الاهلي متعلق انا مع المجموعة دي انا مش شايف انه كهربا عمل خلال الفترة الماضية ما يشفع له البقاء مع النادي الاهلي في هذا التوقيت ممكن يخرج عارة يرجع تاني المستوى وبعد كده يرجع لعب مميز في النادي الاهلي ليه انا بقول كده في بعض الناس قال لك انه كهربا اهدافه اسستاته في الدوري او مع النادي الاهلي بشكل عام ارقاب كويسة وممكن تبع احسن من بودلاء موجودين في النادي الاهلي او لعبين اسهين في النادي الاهلي ولكن دي ارقام كهربا قدام حضراتكم معي بس اللي انا عايز اقوله انه لما تجيب كهربا كان نادي اهلي افضل جناح ايسر في الدوري المصري وفي الكرة المصرية لعب مميز ولعب رائع ولعب دولي مع منتخب مصر متقلق جدا وكان اساسي في كثير من الاوقات مع منتخب مصر المستوى اللي قدموا كهربا مع النادي الاهلي مش مستوى كهربا بتاع الزمالك مش مستوى كهربا بتاع اتحاد جدة مش مستوى كهربا بتاع منتخب مصر ممكن تكون انت كمشجع للنادي الاهلي فرحان باسم كهربا بمهارات كهربا بس هل هو ده كهربا بتاع الاتحاد تحت جدة او نادي الزمالك اكيد لا قدم مستوى معقول ممكن عمل بعض المشاكل في النادي الاهلي منذ الضمام للفريق كثيرا اثر في حق نفسه طبعا انا بقول الكلام ده قبل ما نيجي على موسيماني قبل ما نروح لموسيماني واصلي موسيماني حطه في دماغه اصلي موسيماني متضايق منه اصلي موسيماني مش عارف ايه بتفكرين اخر المشكلة بتاعت موسيماني بتاعت تسريب التشكيل في المؤتمر الصحفي لما قدين فيها كهربا الفكرة ان كهربا للمرة الالف اصر في حق موهبته الكبيرة لعب رائع ولاعب موهوب طبعا مفيش اتنين يختلفوا على ده لكن هل هو قدم مع النادي الاهلي حجم الموهبة دي لا قدم خمسين في المية منها ممكن لكن مية في المية لا قولا واحدا دون جدال ممكن تحب كهربا طبعا ما انت كنت بتحب صالح جمعة وصالح ما كانش قدم شيء مع النادي الاهلي بس بتحب اللعب المهالي الحريف اللي له تأثير مختلف عن باقي اللعبين بس هل هو صالح جمعة ادى للنادي الاهلي بحق موهبته دي لا نفس الامر بالنسبة لجهرباء بحق موهبته دي اشتركوا في القناة